اشتركوا في القناة تمنع الطلبة من استخدامه في تقديم الأبحاث أو حل المسائل طيب ليه كل ده أو ايه درجة وصول تطور الزكاء الصناعي الموجود معنا و ايه هيكون تأثيره على حياتنا اليومية في المستقبل كل ده و اكتر هنتكلم فيه معظفنا اللي منورنا دكتر محمد رفعت خبير تكنولوجيا المعلومات صباح الورد على حضريك فاند صباح الفل على حضريك فاند في البداية خلينا نفهم كم من حضرتك ايه شكل الزكاء الزكاء الاصطناعي اللي احنا ممكن نستخدمه في حياتنا اليومية او اللي الناس ممكن يعني متاح ليها نهاية تقدر تستخدمه يعني دايما تلاقي اغلب الناس بتسمع كلمة زكاء اصطناعي هما مش فاهمين ده بمعنى ايه تمام هو احنا لازم في الاول كده نقول يعني انه الزكاء الاصطناعي عبارة عن ايه هو الزكاء الاصطناعي عبارة عن اني انا بعمل برامج البرامج دي بيبقى احد الخصائص بتاعتها ان يبقى فيها زكاء مشابه لزكاء البشري واحنا المشكلة الناس كلها اللي انا منها اليومين دول ان احنا الليفل اللي احنا فيه تلوقتي ان اغلب البرامج بتوحاكي الزكاء البشري المشكلة الحقيقة ان احنا المرحلة الجاية انها يبتلي ان الزكاء ده يتفوق على الزكاء البشري بس احنا قبل ما ندخل على مشكلته محتاجين نعرف الناس العادية الناس البسيطة تقدر تستخدمه في ايه كل يوم في حياتها كده اليومية يعني هو الحقيقة انه اغلب البرامج تلوقتي اللي موجودة على الموبايل او الناس كلها بتستخدمها فيها جزء زكاء الصناعي الابليكيشنز يعني ابسط مثال المساعدة الشخصية بتاع اي موبايل او سيدي مثلا او اي حال ده بيعتمد على الزكاء الصناعي جوجل مسترش منه كلنا بيعتمد على الزكاء الصناعي البرامج بتاعت المساعدة الصوتية ان انت تدخل صوتك ويغيره او يغير صورة ادخله صورة يعمل لها منتاج ويغيرها الحاجات دي بتحتاج فيها جزء زكاء الصناعي تركب فيديو ويعدله لك ويزبطولك مع بعضه في جزء زكاء الصناعي فكل البرامج دي فيها جزء زكاء الصناعي اكيد طب احنا لو دخلنا على المشاكل بتاعته هل ممكن انه يوصل في يوم انه يبقى خارج عن السيطرة يعني الموضوع يكبر مننا هو الاسف اي حاجة فيها ميزة لو انت اسألت استخدامها هيبقى فيها مشكلة صح فهو زي ما احنا بنقول انه يعني ممكن انا ادخل اعمل من استخدم برامج فيها زكاء الصناعي اعمل سيرش وفكر واعمل البحث اللي انا عايز اعمله بمجهودي انا انا كده استفدت من التولزي ومغير ما اعمل اي مشكلة طب انا لو دخلت على برنامج زي جيبي اشياءات مثلا ودخلت له وديته ايه اللي انا عايزه وهو طلحولي مغير ما افكر فيه ورحت اخدته وحطته في البحث بتاعه وسلمته انا في الحالة دي انا بقى بقت الابداع والتفكير المفروض اللي بني ادم معمول البحث ده اصلا عشان هو يمارسه فهي دي المشكلة ان انت لو استغلت الحاجة في اتجاهها الطبيعي يبقى انت استفدت لو انت يعني استغلتها بالشغل السلبي يبقى فيه مضاعي احنا كده داخلين على بس طبعا هو فيه مشاكل هتتصهر نتيق كده كده مغير ما احنا ملهاش علاقة بالسوق الاستخدام يعني ابسط حاجة انها تلوقتي اول ما فيه وظائف انا كشركة لو شغلت روبوت فيها او شغلت برنامج فيها هيحققل النتائج اكتر من العامل البشري ففي الحالة دي فيه مجموعة وظائف كتير مع الوقت هتنقرد يعني مثلا وظيفة سكتيرة وظيفة انه حد مثلا بيقرش في البيانات او بيجمع البيانات عن موضوع معين وينسهل بشكل معين انا عندي سوفت وير هيعمل القصة دي لا بيتعب ولا بياخد في القس ولا بيحتل الدقة بتاعته بتختارب من 100% وبيتطور انا لو حبيت اعدل في المخرجات بتاعته بتطوره وبالتالي يبقى ايه فيه برضو مرور الناس هتلاقين ده اوفر مع الوقت يعني اكيد طبعا يعني الموظف بيبقى ليه مرتب وبيبقى ليه تأمين طبي وبيبقى ليه معاش السوفت ويرملوش اي حاجة طب احنا دلوقتي بقينا بنسمع عن مدارس وجامعات بيمنعوا الطلباء ان هما يكتبوا او يعني يعملوا الابحاث بتاعتهم من خلال اي 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 او من الكتابة والتسليم يعني في الابحاث ترو الانترنت يعني فبالرغم ان احنا عارفين انه برضو بالاي اي اي احنا ممكن نقدر نعرف نسبة التحريف في البروجيكت ده اي او كده هو الحقيقة مع الوقت اكتشاف الموضوع ده بيبقى صعب يعني انا تلوقتي او ما اجيلي تقرير او بحث حد عمله باستخدام الزكاة الصناعية وبحث ثاني حد عمله بتفكيره هو طبعا نسبة الابداع الزكاة الصناعية لغاية تلوقتي ما عندوش ابداع يعني ما قدرش اقول انه يطلع افكار ما كانش موجودة ما قدرش يعمل كده في المحل اللي احنا في قيات الوقتي هو بيقدر يجمع معلومات اللي يتلت ببعض وربطها مع بعض بطريقة سليمة ويطلع لي شكل البحث بالمصادر بتاعته بس انا ممكن يحصل اخطاء فبالتالي ممكن انا شك ان الكلام ده ان الشخص ده يستخدم الزكاة الصناعية في انه هو مطلع للتقارير ده طب احنا بقينا نشوف شركات كبيرة جدا زي جوجل ومايكروسوفت بيتنفسوا انه هم يعني كل واحد يعلي الاي اي بتاعه يعلي الاي اي بتاعه ويوصل لدرجة اكبر فيه فالأي مدى ده ممكن يكون خطير علينا احنا مع الوقت او ايه اضراره علينا اكيد ليه مميزات كبيرة اه طبعا هو مجال واعد وهو ده المستقبل وهو ده من اكتر حاجات اللي بتتطور تلوقتي بس هو المشكلة حقيقة انه كل الشركة بتحسبها ده يعني عمل خاص فهو تلوقتي لو لو هو اللي خد الليد في المجال ده حتى الفترة الليلة ده معناه مكاسب كبيرة جدا بالنسبة للشركة اللي هتعمل كده فطبعا كل واحد عايز يوصل الاول انه هو يبقى عمل وصل المرحلة اعلى من البقية بس هي المشكلة حقيقة انه كل ما بتعلب الزكاة الاصطناعي كل ما بيبقى المشاكل في سوق الاستخدام بتظهر اكتر لان هيبقى قوة الطول اللي انت بتعامل معها اقوى اه احنا اللي بنقويها احنا اللي بنقويها فبالتالي انا اول ما وجدت استخدمها ممكن يعني ممكن انا يعني الزكاة الاصطناعي ممكن تستخدمه في تأمين البعانومات نفسها ان انت لو في يعني هاكينج او حاجة بتحصل او مشكلة يديك ورنج ان انا شايف فيه اكتفتي مش طبعية وفي نفس الوقت ممكن الزكاة الاصطناعي نفسه هو اللي يعمل اللي ايه الحاجة لحد يستغله ان يعمل هاكينج او يعمل انه يعمل نصب او يعمل طب خلينا نتكلم فعلا عن استغلال الزكاة الاصطناعي اه غلط يعني استغلاله في طريقة خاطئة او في طرق مش حلوة او او كده فخلينا نتكلم اكتر عن ابرز الطرق اللي اللي مش صح اللي ممكن حد يستخدم الزكاة الاصطناعي فيها استناعي هو طبعا يعني هو المشكلة انت او ما بتدي الحد كل ما اديته طول اقوى كل ما بيصعب ان انت تمسك المشكلة ازاي يعني ابسط حاجة يعني تلوقتي احنا قلنا انه ممكن الزكاة الاصطناعي يستخدمه ان انا عدل في الصوت مثلا فتلوقتي بيفين حالات نصب ايه انه ياخد ياخد يدخل على مبايل معين يسحب منه رسالة الصوت او انت مسجل حاجة ياخد صوتك وبنفس النبرة دي يمخلق رسالة ان انت بتستغيص وقوله انا مثلا انا مخطوف انا محتاج تحولي فلوس بسرعة انا مزنوف ومشكلة انا فلوس يتسرق يستغل صوتك ويامل الرسالة دي ويبعثها مثلا لوالدك لحد قريبك يشوف الكونتكت بتاعتك ويبعث له الرسالة دي او ممكن يبعثها لأكتر حد في نفس الوقت وقوله بسرعة الوقت يحولي على الحساب ده هو الراجل نفسه ما يعرفش حاجة عن الموضوع هو لقى صوت انت عملت في سالة بصوته الحد هو يعني من نسبة نقول مثلا 60% من الناس دي هتستجيب من غير ما تحاول تعمل او ممكن يهجر على التليفون يقفوا لك لعاية هو يحاول تصل بيك ما يعرفش لغاية ما ايه الفلوس تتحول فبالتالي هو لم فلوس من غير ما ايه دي حاجة التسويق الالكتروني ممكن تعمل ويب سايت باستخدام الزكاية الصناعية شيء في نفس الفيتشر القريبة من من اعمزوا المسل او اي ويب سايت يعني تاني بتاع التسويق او وتاخد نفس شكل قريب منه وتبتز قول بقى انا عمل اعلانات واعمل اوفر وبتاع الناس تدخل وترجستر وبتاع وبعد كد تاخد كل البيانات اللي هم عملون بيها رجستر ديو تسرق والكروت بزبط وفي الاخرة مش توصل له حاجة الموقع اصلا موروش حاجة فعلا يعني الموقع مش هي الايتمز اللي هو عرضها للبيع دي مش موجودة هو انت دخلت وطلبت الوردر وخد منك الفلوس وخد بياناتك ومدكش حاجة مزبوط فدي يعني دي مشكلة تانية ممكن تحصل وكيسي على كده يعني في في مواضح كتير بمكن يحصل فيها كده زي مثلا مشاكل الحاجات الابداعية انها مثلا ممكن اخد صور مثلا اعملها بالزكاة الاصطناعي وقول انا اللي رسمها او اعمل هتطبس بقى يعني اه وتبح على انها دي انت يعني بتاعتك تاخد مثلا مقالة او حاجة بالزكاة الاصطناعي وتنشرها وتقول انا اللي عملها ما كل ده برضو في مشكلة ان انت كده سوقت الحاجة ممكن ما تبقاش انت اللي عملها اصلا يعني ففين حقوق الملكية كل حاجة دي نفس المشكلة يعني نفس المشكلة في يعني هو مشاكل النصب انت كل ما التولي معكة اقوى كل ما بيصعب التتبع بتاع الحاجة دي طب دكتور في حالة ان حد يعني اتنصب عليه الكترونيا او حصل له اي مقاطر من الحريك لسه كنت بتذكرها حالا مفروض يعمل ايه ويتوجه لمين من وجهة نظر حريك هو الاول فيه اجراءات لازم احنا نعملها الاول عشان نقمن نفسنا الاول على قد ما نقدر زي ايه بقى يعني ابسط حاجة البيانات الشخصية بتاعتك التي تستخدمها على الانترنت تحاول تقللها على قد ما تقدر تاني دي اول حاجة تاني حاجة ان انت تقلل البيانات الشخصية اللي هي الباسورت بتاعتك رقم الحساب بتاعتك رقم الفيزا كارت بتاعتك العنوانك الحاجات دي ما تحاولش تعملها شيرا على الانترنت خالص لو اي رسالة جات لك من اي مكان تطلب منك اي حاجة من البيانات دي ما تبعتهاش لانه في اي مكان بتعامل مع انت بتعامل مع بانك عملت في حساب هو البيانات دي اصلا عنده اه طبع فهو مش هيطلبها منك عمره ما هيطلبها منك زي ما بنشوف في الرسائل زي الرسائل اللي قولك ايه انه تحديث البيانات البانكية هنحدث البيانات فبعت لنا رقم الحساب او الكارت فيه مشكلة انت اول حاجة تحاول تقلل البيانات ما تشيرش بيانات اه مهمة او تبعت بيانات من غير داعي لان دي طبعا مشكلة كبيرة الموبايل بتاعك اللي معاك او الجهاز بتاعك او اللاب توب بتاعك تحدث السوفتوير بتاعه اول باول علشان بيبقى في بيلاقوا اه يعني فيروس او مشاكل معينة في السيكوريتي في الابراتينج سيستيم بيحدثوا اول باول فبالتالي الحاجات دي نوعا ما بتحمي تالت حاجة ان احنا ممكن يعني ها قلنا تلوقتي انه الباسورد طبعا تختار باسورد صعبة شوية بحيث ان محدش يمكنها يعني واحد يعمل باسورد واحد دي تاتة او او خمسة لو اي برنامج بيعمل اجبالك في دقيقة او طبعا فلا انت حاول تجيب حاجات شخصية ليك صعبة شوية بحيث ان يبقى الموضوع ده ايه اصعب شوية ان يحصلوا حاجة طيب انت شكيت ان حصل لك هاكي او حصل لك اي مشكلة في عندنا في مصر ويحصل الانترنت لها رقم تتصل بيه وتقولهم حصل معاك طبعا وكل ما انت يعني يعني شكيت بدري بلغ احسن بحيث ان هو ايه يلحقوا اه يعني الفيزا مثلا شكيت ان ممكن يكون بياناتها حصل مشكلة نكلم البنك نكلم البنك قوله قفل الفيزا دي لان ده اأمن منو يحصل فعلا ان حد يدخل يسحب في الفيزا دي وهكذا طبعا نتكلمنا دلوقتي على المخاطر وعلى الحاجات اللي ممكن تكون مضرر لنا من خلال الـ AI طيب الفوائد بقى بتاعت الـ AI اكيد هيسهل حياتنا جدا جدا وده المتعارف عليه بس عايزين نعرف تفاصيل كده اكتر عن الفوائد اللي ممكن نشوفها قدام هو قريدي كل ما بزيكال السنايب بيعلى كل ما بيزود الرفاهية اللي انت بتحس بي لانه هو هيتوقع انت عايزي وعملهو لك يعني مثلا او ما يبقى نقول مثلا سمارت هوم هو فيه سنسور وفيه بيت زكي بالضبط وفيه منظومة زكاية السناية الشغالة فانت الوقت عارف انت بعد ما تفتح البيت عايز درجة حوارات البيت تبقى كذا فقبل ما توصل او بالعربية مثلا قدامها رجع واي ساعة وتوصل قبل ما توصل بربع ساعة ومشغلك التكييف مثلا انت فيه برنامج معين بتحب تتابعه ومسجلهو لك انت يعني عندك موعد معينة يديك ألارف مثلا قبلها بشوية على التلفزيون يقول لك خد بالك انت بعد عشر دقيقة عندك كذا كده يعني دي حاجة بقى جميلة قوي بالAI بس هي المشكلة انه انت كل ما زودت الاحتماد على الAI كل ما هيطلع لك صغرات تانية انا لو معناها كده ان القياء يمسيطر على البيت كله لو حد قدري يهاكل البيت ده أو يعني يعمل خلاص دخل البيت ودخل كل حاجة وعرف كل حاجة عنك فهي هي طبعا مثلا زي مثلا موضوع العربيات مثلا انت المرحلة الجاية انه بقى خلاص العربية فيش سواق العربية خلاص هي انت بتقوله بس انت عايز تروح فين وهي العربية هتمشي لوحدها وهتتصل بالطريق وهتصل بالعربية اللي حواليها والدني هتبقى ايه ما فيهاش مشكلة في كده ف يعني كل ما البرامج اللي انت بتتعلم مثلا الحاجات التعليم والكلام ده ممكن قدام شوية مش محتاج تروح مدرسة مثلا آه يعني ممكن هتعلم بقى ثرو الانترنت خلاص هو هو يوفر لك يعني مدرس فيرشوال كده هتفرج عليه هو يشرح لك كل حاجة يعني انت شايفه 3D مثلا ويديك واجب وياخد منك الأوبوت ويديك فيدباك ويديك بريك وممكن يديك مكافأة يعني خلق البنيا ممكن تمشي لوحدها طب احنا نقدر نقول ايه أبرز الوظائف اللي احنا ممكن هنتخلى عنها بقى في المستقبل علشان هنعوضها بالارتفيشل انتاليجنس زي ايه بقى هو اي فرصة يعني يعني هتبقى فرصة الناس وعيب لعنا ناس ثاني يعني زكال الصناعي الناس اللي هتتخصص في حاجات اللي هي علاقة بي هيبقى لها وظائف ومرتبات أعلى ده أكيد لاننا هبقى محتاج مهندسين ومحتاج ناس ومباربجين يشتغلوا على المجال الجديد اللي زاد بس قصاد كده الوظائف اللي هي مش محتاجة إبداع ومش محتاجة تفكير هتنتهي فهي دي المشكلة انه في ناس وظيفتها هتروح وفي فرص جديدة هتتفتح وفي بيزنس جديد هيتفتح خالط يعني ما كانش موجود أصلا زي إيه يعني نقدر نقول انه واحد اتنين تلاتة دول مثلا المشاريع الممكن تتفتح جديد بقى علشان الاي اي علشان الزكال الصناعي يعني أقصد حاجة احنا قلنا العربية هتمشي الوحدة يبقى السوائين مش يبقى ليهم وظيفة يبقى دي وظيفة راحت بس العربية لزياتية الحركة دي هتبقى محتاجة سيانة بطريقة مختلفة هتبقى محتاجة أبديت بطريقة معينة للسوفتوير بتاعها طب الميكانيكي ساعتها هيبقى ايه اهي ولا ولا ايه اللي هيحصل فساعتها الكلام ده هيبقى فتح وظيفة جديدة ليه علاقة بالسيست بالوظيفة اللي مكنش موجودة يعني السيست بتاعت العربية اللي ماشي لوحدها دي هتحتاج سيانة وهيبقى وراها شركات وراها أبديت وراها فيتشار بتزيد طب طميني على المزيعين يا دكتور يعني عايزة تطمر على مستقبلي لا ان شاء الله رباني استرى معيكم ان شاء الله احمر لانزيع لا هو طبعا الموضوع قدام وقت يعني احنا مش احنا مش بتكلم ان الكلام ده هيبقى بكرة هلاقي العربية ماشي لوحدها لانه كل حاجات من الحاجات دي احنا بتكلم في خلال العشر خمانساشر سنانة عشرين سنانة اللي جايين ده الاتجاه اللي احنا راحيله بس نصله انت حسب سرعة التكنولوجيا ان هي تحل المشاكل اللي موجودة طب احنا يعني كلمنا عن الوظائف اللي مش هتكون موجودة ابرز الوظائف اللي هتكون مطلوبة جدا وننصح الناس من دلوقتي ان هما يبتدوا يتعلموا علشان ان شاء الله يطلعوها ويشتغلوا في المستقبل كده الكريب مش البعيد من وجهة نظري يعني تنصحهم يبقوا ايه او يدرسوا ايه هو طبعا تخص تخصات تكنولوجيا المعلومات عموما هيبقى عليها طبعا اقبال جامعة وهي دي المستقبل ولو لاحظنا يعني فيه اهتمام من الدولة نفسها بكده يعني كورسات مفتوحة اجريمت مع شركات عالمية عشان توفر تدريب برامج اللي تأهيل الناس فيها تخصات الزكاة الاصطناعية او ايه اتفتحت في جامعات كتير جدا انت الوقتي وكل ما يعني كل شوية هتلاقي فيه كليات تكنولوجيا المعلومات بيزود التخصص ده لانه مطلوب وبترى يبقى انت يعني عايز توفر عدد منه فبالتالي دي من ابرز الحاجات طبعا والهندسة عموما طبعا لان كل التطبيقات اللي زي جاء الصناعي هتدخل في كل المجالات يعني انت هتدخل في الصناع هتدخل في في كل الحاجات اللي لها تطبيق انت عايز ما كانت بتعمل اي وظيفة لو المكانة دي اسكة هتقدي الوظيفة بدقة اكتر وفوقت اقل فبالتالي يبقى الناس اللي بتصامل الماشين دي مثلا تخصصهم ميكانيكا مثلا هيدخل معهم جزء اي 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 عشان يحسن الماشين دي وهكذا فالاي اي اي بداخل في كل المجالات تقريبا في التعليم طبعا زي ما احنا قلنا من شوية في مثلا الطيران صناعة في كل حاجة وسائل الترفيه في الطيران مثلا وسائل الرفاهية اللي هتبقى موجودة في الطيران سرعة الطيرات نفسها الطيرات دي نفسها ممكن مع الوقت تبقى برضو اوتون نص ما فيهاش سوائين ولا وهكذا فكل الكلام ده طبعا مجالات تفتح مع الوقت وان شاء الله يبقى استغلالها في الطريق الكويس مش الطريق الوحش يعني يا رب ان شاء الله ويكون الموضوع معتدل ما يقلبش هوس طبعا ويعني ويكون لسه بيننا تواصل احنا كده كناس يعني ما نكونش قام قدينها على بيرتشول رياليتي يعني ان شاء الله بشكر حريك شكرا جزيلا شكرا نيفاني استفادنا من حضرتك اكيد دكتور محمد رفعت خمير التحول الرقمي وامن المعلومات صباح الورد على حضرتك شكرا نيفاني ربنا نيفاني مشاهدينا خلصت فاكرتنا الاولى فاصل صغير نرجع لكم بتاني فقراتنا استنونا